أمل وزمزم عداءتان صوماليتان تحلمان بتحقيق مركز متقدم في أولمبياد لندن في يوليو تموز القادم وتأتيان إلى هذا الملعب المدمر في شرق العاصمة الصومالية مقاديشو مع مدربهما أحمد علي أبيكر حيث تقضيان نحو ست ساعات يوميا في التدريب أنا وزميلة زمزم نتدرب منذ عدة شهور استعدادا لأولمبياد لندن يزداد حماسي كنما اقترب الموعد لأرفع علم بلادي وسط الأولمبياد وتقيم الفتاتان أمل وزمزم في هذه المدرسة بعيدا عن عائلتيهما للتفرغ للاستعداد لأولمبياد لندن لمواجهة المنافسين الذين توفر لهم دولهم رعاية كاملة وقد حازت هاتان الفتاتان المراكز الأولى في المنافسات المحلية في عدو مسافة المائتي متر والأربعمائة متر وهذه أول مرة تشاركان في الأولمبياد مثل الأعلى في أولمبياد لندن هو العداء السومالي عبد بيلي عبد الذي فاز بالعبد بيا قبل أن أولد صحيح أننا ننافس عمالق عالميين في العدو ولكن لدينا إصرار على تحقيق ذلك الحلم ويرتاد هذا الملعب مجموعة من الرياضيين الهواة وآخرون يجرون استعدادات لخوض منافسات إغليمية ويقول مدرب الفتاتين إنه متفائل بأن أمل وزمزم ستصلان إلى مراكز معقولة في أولمبياد لندن رغم شراسة المنافسة الفتاتين أمل وزمزم تتلقيان تدريبات مكثفة منذ أربعة أشهر بمعدل ست ساعات يوميا وسيستمر ذلك حتى الذهاب إلى لندن وخلال وجودنا في الملعب لفتت نظري الطفل نجمة التي تأتي هنا يوميا للتدرب فأبوها كان ريابيا وهي تهوى العدوى مع صغر سنها وقال لنا المدرب إنها قد تكون مشروع عداءة في المستقبل هؤلاء الرياضيات الصوماليات يتدربن في أجواء صعبة لكن عينهن على أولمبياد لندن ذلك الحدث الكبير الذي سيجمع آلاف الرياضيين من مختلف أنحاء العالم الطامحين إلى تحقيق المجد الرياضي في فرصة لن تتكرر إلا بعد أربع سنوات علي حلني بي بي سي مقاديشو